اهلا بحضراتكم من جديد بنتكلم عن كل ما يخص التنسيق والجامعات وزي نقدم في الجامعات واختبارات القدرات الموجودة في الكليات في عام 2022 ضفنا حيكون الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق طبعا موضوع يهم كل الناس اللي مخلصة السنوية عامة وبتقدم للكليات طبعا سنة دراسية ان شاء الله صعيدة على الجميع واهم حاجة بقى ان احنا ازاي نقدم على الموقع الالكتروني خاص بالكليات مساء الخير على حضرتك خير كل سنة حضرتك طيبة وإن أولادنا الطلبة ان شاء الله يا ربي بإذن الله يكون عمد الرسي وافق طيب الموقع الالكتروني فتح دلوقتي التنسيق بقى الالكتروني من السنة اللي فاتت لا التنسيق الالكتروني من 2007 امتحانات القدرات كتورك قبل كده من خمس سنين بالضبط خلانا الالكتروني برضو الطالب يدخل على موقع التنسيق وبيسجل الرغبات والكلية اللي عاوز يقدم فيها اختبار القدرات وبطمن حضرتك برضو ان الموقع فاتح الساعة 8 8 مساء اللي لدي وحوالي ما يقرب من 4000 طالب اللي عندي وانا داخل الستوديو حوالي 4000 طالب أقدموا على موقع التنسيق ده موقع التنسيق الخاص بكدرات اختبار القدرات احنا عندنا موقع التنسيق ده ده موقع التنسيق خاص بالتنسيق كله بداية احنا بنبدأ بالتنسيق باختبارات القدرات الاولى الطالب طبعا بالنسبة لاي طالب دخل امتحانات او مأجل حتى دور تاني بالنسبة للسانوار العام هذا العام ما احنا هو يقدم فيه اختبارات القدرات اختبارات القدرات ديت طبعا فيه كليات معينة لها اختبارات قدرات وفي كليات تم استحداث اقتبارات القدرات فيها زي الإعلام وزي زي الإعلام مثل ما أنا أقول حضرتك عندينا كليات الإعلام فنون تطبيقية فنون جميلة كليات التمريد ومعادة التمريد تربية موسيقية تربية فنية تربية رياضية ده كليات دي عشان الطالب يدخلها لازم يكون ناجح قدرات فيها حتى ما ما كان مجموع الطالب لو طالب جاي 100% ومنجحش في قدرات مش يدخل الكلية فأنا بهب أولادنا الطالبة اللي عنده رغبة أو عنده الموهبة في كلية أو من كلية دي كلها يسارع بالتقديم على موقع التنسيق وبهذه المناسبة طبعاً هنشكر وزارة اختصالات أنها بتساعدنا وقامت بدور كبير جداً معنا والفريق اللي قام معنا على موقع التنسيق والمهندسين المسؤولين على باب التنسيق في التنسيق الحكومة أنا عايزة أسأل حضرتك على مسألة القبول والقدرات داخل الجامعات إزاي بيتم المعيار في الاختيار فيه طبعاً الطالب أول حاجة الطالب بيدخل على موقع التنسيق بيختار الكلية اللي عاود يقدم فيها الموقع نفسه بيحجز ليه الطالب اليوم اللي هيروح يمتحن فيه الطالب بيخش على بياخد إصال بالنسبة للكلية مثلاً أنا عاوز أمتحن قدرات كلية الإعلام بحدد الكلية اللي أنا عاوز أخشها الموقع بيطبعه لإصال بمعادل إمتحن القدرات بيتوجه بيه للكلية بياخد معاه مثلاً صورة أو صورتين وبالرقم الجلوس بتاعه بيقدر يعمل إمتحنة القدرات طبعاً إمتحنة القدرات دي بتقيس موهبة الطالب يعني بالنسبة للطالب الإعلام بيبقى فيه إمتحن بالنسبة له بمواد المكلام علومات عامة يعني ما ينفعش الطالب بيدرس إعلام ومعندوش خلفية هذا القدر من المعنوات قدر ممكن من الموهبة نفسها يعني مش هو مش متحان هو بيقيس موهبة الطالب نفسها زي بالنسبة للتربية الرياضية لازم الطالب يكون عنده مقاومات جسمية معينة ولياقة بدنية لها طيب أنا عايزة روح مع حضرتك من أول ما بتستلموا النتيجة لمرحلة أنتوا بتقولوا المرحلة الأولى أخذت كذا والكليات طب أخذت كذا وهندسة أخذت كذا وهندسة نزلت السنفات مرحلة تانية وأعتقد فيه ست مواد تصلحه فإحنا ممكن يكون عندنا مؤشرة أولية لا إحنا لسا ما استلمناش النتيجة إحنا كوزارة تعليم العالم نستلم نتيجة من نظر التربية والتعليم مجرد إعلان نتيجة نستلم نتيجة من نظر التربية والتعليم نعمل حاجة اسمها تشريح للمجميع بنعرف أن الشريحة دي فيها كم طالب والشريحة دي فيها كم طالب على ضوء كذا بنبدأ المرحلة الأولى المرحلة الأولى دي بناخد منها عدد محدد من الطلبة وفقا لكليات المرحلة عشان خطر ما يحصلش تنفاذ يعني الكليات عايزة عدد أد إيه وانا عندي أعلى مهمة درجات المتاحة في المرحلة الأولى بنقسها بعملية حسابية طيب الموقع الإلكتروني لسه في أهالي عندها مشاكل في التعامل مع الموقع الإلكتروني والتقديم الإلكتروني هو بالنسبة لو طالب إحنا عندنا برضو جامعات الحكومية كلها ميسر لهذه الموضوع أي طالب فيه ما عندهش استعداد أو ما يعرفش يسجل على الموقع ممكن يتوجهل أقرب جامعة حكومية فيها معامل مجهزة وفيها ناس بيستعد ويقدر يخطب رغباته بمتهى التأني من النهاردة عندي إعلان نتيجة كل طالب هو عاوز عارفه وعاوز روحي أو يتمنى أنه يخش كل يوم معينة أو يدخل كل يوم معينة ياريت الناس تركز النهاردة عاوزه يدخل كل يوم معينة لأن إحنا بنفجع بعد إعلان تيجي تغيير الرغبات بعد إعلان تيجي التنسيق إحنا في فترة المرحلة لمدة خمسة أيام الطالب ممكن يعدل رغباته كيفما يشاء وبناخد بآخر تعديل الطالب عامل بعد إعلان نتيجة نفجع الطالب يقول لي أصلا ما كتبتش طب أسوان ما كتبتش طب أسيوت يقول لي أنا عاوز أروحها وهنا يا داكتور يعني على أيامي كنا ممكن لو ما خدتش الرغبة الأولى والرغبة التانية مجموعة تجيبها وإنت عايز تروحها كان بتنتقل ليه دلوقتي الموضوع اختلف لا مش اختلف ولا حاجة أنا ملتزم بالترتيب رغبات الطالب يعني الطالب النهاردة كتب كل يوم طب لو أنا عايز الرغبة التالتة وأنا مجموعة يجيبها إيه المشكلة أن أنا روح بقى دلوقتي دا مش مسموح لا إزاي يعني أنا كنت لو أنا مرتب طب أسنان صيدلة مثلا لو أنا شعبة علمية وأنا جالي طب مجموعة يجيب طب مجموعة يجيب الأسنان والصيدلة قلت أنا عايز أروح الصيدلة قلت لي لا الأسنان هي الرغبة أنت كتب الرغبة الأولى معني عشان كده بقول الطالب يحدث وعاوز إيه لأن احنا بنفاجع بعد عندنا نتيجة التنسيق المرحلة الطالب يقول لي لا أنا عاوز غير الرأي لأن الطالب اللي ما كتبش الرغبة دي في طالب تاني خادها يعني أنا النهاردة أنا ملتزم بعدد محدد الأماكن يعني أه في عدد الأماكن أنا ملتزم النهاردة بعدد محدد مثلا في ولايوكل في قلوة الطب بطب أسنان صيدلة في طالب أراحوا كل يوم دي ما ينفحش طبعا طالب تاني أو لو حصل أن في طالب أعدلوا في رغباتهم أو أعدلوا أراءهم تاني أقدر أدخل لكليات دي عدد كبير تاني ما أقدرش عمال العدد في الكليات بيتحدد على الأساس إيه ولو إحنا نتكلم على كليات الطب والهندسة كما راح الأولى أنا هيخد فيها عدد قد إيه ده بيتحدد على الأساس العدد ده كل كليات أو الجامعات المصريحة حكمية كلها بتجمع عددها مثلا في كل كليات وبتبعث للمجلس العالي للجامعات بنعرف العدد في كل كلية الطب بنفسك لكل طب عاوزة 300 طالب كلية الهندسة عاوزة كم طالب على دول الكلام ده بنيقدر نحدد نحط قدام على الموقع الكلية دي هتاخد كم طالب كلية دي هتاخد كم طالب الكلام ده كله كل الكليات عموما يعني طيب حضرتك كمان أثرت مسألة إنه أبقى عارف أنا عايزة أدخل كلية إيه أهم حاجة أهم حاجة دي لأن أنا طبعا في طالب أبقى مترددين كتير جدا في اختيار رغباتهم بيحصل إنه مثلا في صلوات بتضغط عليه هو ما يكونش هو ميوله كلية اللي هو عاوز يدخلها هو عاوز يخلش كلية تانية فيه الطالب يستخسر مجموعه عاوز يروح كلية يستخسر المجموعه وبعدا يفاجأ بعد فترة إنه هو ميوله ما كانش يمهيلة لهذه الكلية أو رغباته مش ماشية مع كلية دي فأنا ياريت كل طالب يعني الأسرة جميع تقعد مع الطالب تنصحه بس ما تضغطش عليه الطالب يعني إيه تنصحه تقوله ده وده وده بس تشيبه في اختيار وما تضغطش عليه لأن بعد كده إحنا بنفاجأ إنه الطالبة كتير جدا بيدخلوا كليات كبير يعني كليات يعني زي ما بقولوا كليات يعني القيمة وبعدين يريدها تاني يقولك أنا مش قادرة ماشي فيها أنا عاوز يحول كلية تانية فإحنا ننصح الطالب بس ما نضغطش عليه صحيح وهقول حركة على حاجة كمان يمكن حضرتك قلت إنه الجامعات المصرية مخصصة لمسألة التقديم الإلكتروني ومساعدة الأهالي في التقديم الإلكتروني الناس بتروح سناتر ده اللي بيحصل وفيه السناتر بيقدموا له ممكن اللي في السنتر ده من كتر الضغط يتلغبط ويحط له رغبة قبل رغبة تانية الله يكربك إحنا عندنا في جامعات الحكومية معامل تنسيق من جهازة مكيفة وفيها ناس متخصصين بساعد الطالب لأن الطالب معها رقم سري لو راح سنتر وسبب الرقم سري ده مع حد لأنه بيدي له هو اللي بيكتب له الرغبة صحيح وبتحصل وبيحصل لغبة في الرغبة وبتحصل الرغبة الطالب طبعا الرقم سري ده مشكلة لأن الرقم سري أنا داته لأي حد ممكن يخش يعدي الرغبة كلها تانية صحيح فأنا بلصح الطالب ما يستيبش بيديش رقم سري للحد خالص أي أنكية وعندنا الجامعات الحكومية والمعامل موجودة ومجانا وفيها ناس بيساعد وانت الناس الموجودة في هذه المعاملة المضمونة مش هيضحك عليك هيقولك اعمل كذا في الخطوات كلها هيساعدك فيها ويا دكتور كمان يقدروا يتعاملوا مع أي مشكلة إلكترونيا تحصل في الموقع ده شيء مهم لأنه ممكن أنا كولية أم يحصل لي مشكلة حاولت أحفظ البيانات اللي أنا حطيتها مثلا مش راضية تعمل معي مش راضية تحفظ لأنه بعد الأحيان الطالب بياخد صورة الشهادة وبرح سنتر معي مثلا فيه طالب فيه زميله تاني كان الطالب كانوا زلتين مع بعض ده جاب مجموع عليه وده جاب مجموع يشوف الرقم السري بتاعه يخش يغيره في رقبات كلها فأنا من خلال البرنامج برضو بنصح الطالب الرقم السري ده موجود على شهادة السنوية العامة مش مع حدي يعني محدش يعرف الرقم السري ده اللي طالب نفسه يعني الطالب الرقم السري ده معه ومع وليه أمره وإخواته وفعلاً كان فيه حالات شهيرة حصلت السنوية حصل فعلاً فإحنا برضو عشان خاطر إحنا غير مسؤولين عن الرقم السري الرقم السري ده بتاعه الطالب فأنا برضو من خلال البرنامج بنصح طالب أنه يحافظ على الرقم السري بتاعه طيب الاختراب وتقليل الاختراب ودي مسألة مهمة جداً للأسر المصرية عليات تقليل الاختراب ما إحنا عندنا حضرتك بعد المرحلة الأولى ومرحلة الثانية بنعمل مرحلة تعليل الاختراب مثلاً كلية عمليها تاخد 500 طالب من فحس تزود عليها كمان 500 بنزود بنحول 10% بنحول 10% من الكلية عشان خاطر ما حصلتش تكدس في كليات بس طيب مثلاً هم أنت بتقولي دلوقتي أنا كنت جالي طب أسوان وأنا مثلاً من القاهرة وعلشان مسألة الاختراب وحل المسألة بحاول أحول طب القاهرة وبمشي الإجراءات وبعدين يقول يتقلي مفيش مكان طب يطلع فيه مكان مثلاً في الجيزة أجي قدم يكون المكان أصلاً اتخذ لأننا قدمت متأخر بص في التحويلات ما فيش حاجة اسمها متأخر ولا بادري التحويلات بنخل أعلى مجموعة يعني لو 100 طالب مقدمين تحويل لطب القاهرة باخد 10% لأعلى مجموعة كله بالمجموع مش بأولوية التقدم ولا أولوية حل مشكلة الاختراب لا بناخد إحنا الكلام ده كله بعد ما الطالب بيقدم كله بناخد أعلى مجموعة 10% لأعلى مجموعة كله بالمجموع عظيم احنا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضرتك حنكون مستنين استفساراتكم على مسألة التنسيق وكل اللي بيهم حضرتكم في مسألة التنسيق وأي أسئلة تحبوا تسألوها للأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق هنشوف حضرتكم بعد الفاصل هنكون منتظرين تساؤلاتكم أهلا بحضرتكم من جديد وفقرة خاصة عن التنسيق والقبول في الجامعات مع الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق أرجع لحضرتك أستاذ السيد وعمر كنا بنقول إن إحنا يعني مستنين الناس تسألنا على يعني استفساراتهم فيما يخص القبول فعمر بيسألنا عن تنسيق طلاب المصريين الحاصرين على المعدلات العربية والأجنبية بيقول إن النتائج بانت وخلصوا متحانات فإمتى التنسيق بتاعهم طبعا بالنسبة لشهادات المعدلة العربية والأجنبية دي لهم مرحلة التنسيق قاصة بيهم ده ملومش دعوة بالسانوية العامة إحنا بنافتح لهم مرحلة محرارة خاصة بالشهادات المعدلة العربية والأجنبية إن شاء الله مع we move to agree بإذن الله على نص 8 إن شاء الله بإذن الله على نص صغيب هنفتح ليه جميع الشهادات المعادلة العربية والاجنبية عشان في بعض الشهادات طلعت فعلا زي ما اتنين عمر بيقول وفي بعض الشهادات بعض الدول لسه ناتيجهم ما زردش عشان الطلبة دي كلها بيكونوا مع بعض لان تنسوهم كلهم مع بعض تمان طيب عايز اروح مع حضرتك النتيجة بتبين وفي طلبة بتروح تعمل تظلم ويبقى ليها درجات وفي طلبة بتأجل دلوقتي بقى عندنا تأجيل المادة وبياخد فيها الدرجة الكاملة لو اخد فيها الدرجة الكاملة للدور التاني وفي طلبة بتعدي سنة قولة كلية وتبعيز تحول لكلية تاني اللي اخد درجات تظلم واللي حول من كلية لكلية تانية تاني سنة واللي كمان يعني كان عنده دور تاني وخلصه ده وضعه ايه تنسيقه ايه هيقدم امتى بالنسبة لطالب الدور التاني بيتراشح وفقا لمجموعه احنا طبعا لحد الأدنى المعلن في المرحلة الأولى مثلا أو التانية وده دور تاني بتراشح وفقا لحد الأدنى مجموعه مهما كان مجموعه لو كان جايب حتى 100% فبتراشح وفقا للمجموعه وتاعه يعني مش كونه دور تاني او مأجل مواد بالطالب بيخش بيحتفظ بمجموعه وبدرجاته ومكانه محفوظ وفقا لمجموعه اللي تراشح عليه زميله وفقا لزميله المناظر الليه في مجموعه ده حقه هيأخذ يعني وهيقدم امتى يعني لما ده احنا بنعبر له مرحلة اسمها المرحلة الثالثة دي بنسبة للدور التاني وبقية الناجحين من الدور الأول بنسبة للطالبة بتعود الدور التاني لو طالب مأجل ما يلاقش هيأخذ حقه وفقا للمجموع والحد الأدنى المعلن بالنسبة لي طيب اللي كان عنده تظلماته دي يعني تظلمات طبعا زي ما نعلى قيبنا التظلمات نتاكدها كان بتبانوا احنا في آخر سنة في الكلية درواية الموضوية noble أطلع ملين لا التظلمات بيتيجي بسرعة التظلمات بيتيجي بسرعة ومجرد تيجي ان مثلا طالب لو جلوا أي تظلمات او زيادة درجات بيطلع للرغبة الأعلى فعشان كده يريد التطلب وهو هما بيكتبوا رغباتهم يحدد الرغبات بتاعته لان الطالب اما بيطلع مثلا وكان في كلية علومه وجلوا زيادة درجات هيطلع مثلا كلية أسنان او صايدالة يبقى محدد ومحدد الرغبات بتاعته إنها بينتقل للرغبة الأعلى أوتوماتيك يعني الموقع اللي بيعملها وفقا للي زيادة الدرجات اللي بتجيله طيب يعني برضو حتى لو أنا خدت درجات حيكون الموضوع اللي ألقى بترتيب ما فيش طلب ما فيش طلب هيظلم أبدا يعني ترتيب اختياري للكليات في الموقع الإلكتروني ترتيب الرغبات بتاعته للطالب عاملها بنفسه مش حد عاملها له مش مسألة إنه أخطار روح فيه لا هو وفقا لترتيب الرغبات بتاعته طيب كمان عندنا مونة بتسأل موعيد انتحان القدرات في نون جميلة وفي نون تطبيقية لطلبة السنوية البريطانية وهو موعيدنا هتكون مختلفة عن موعيد السنوية العامة آه إحنا بنعمل طبعا مرحلة القدرات اللي بدأت اللي هتبدأ بكرا إن شاء الله من يوم 25 سبع لعند ستة تمانية دول طلاب السنوية العامة بالنسبة لطلاب شهادات المعدلة والعربية والأجنبية بلهم مرحلة اختبار قدرات منفصل لهم لوحدهم وكذلك بالنسبة لطلبة الدبلومات الفنية بنعمل لهم مرحلة اختبار قدرات لوحدهم مفيش طالب هيظلم يعني احنا كلنا فيه طبعا تعليمات معالي الوزير احنا عندنا جدوى الزمني لجميع مراحل التنسيق الاختبار القدرات مرحلة أولى ومرحلة الثانية وقدرات بالنسبة للشهادات المعدلة العربية والأجنبية وقدرات بالنسبة للدبلومات الفنية كل طالب بياخذ حق اقف على ما بسألة القدرات ويمكن احنا عندنا للأسف مش عادي تسميها دروس خصوصية لكن مسألة مركز التأهيل المنتشرة أول ما تلاقي متحانات القدرات بدأت تلاقي بقى هام جدا وتعالى مركز كذا يتم تأهلك للفنون التطبيقية والفنون الجميلة الناس تروح ولا مفرح أنا بشوف إعلانات كتير جدا والإعلانات دي طبعا بتجذب الطلبة وأنا هسأل حضرتها هسأل سؤال هو طالب بتاع الطالب اللي داخل قدرات إعلام مهما كان هياخد عادة هيروح سنطر هياخد له خمس ست ساعات هل دول هيسكول موهبته لو طالب عندهش موهبة لو قعد مثلا لو قعد لو خدت مئة ساعة مش هيعرفينك لأن امتحانات معينة طالب بالنسبة لطالب التربية الرياضي هيروح ياخد قرص في إيه أو سنطر هيديله إيه هيديله إيه يعني مثلا هيقوله إيه مثلا أنت هي خدرات معينة خدرات بدنية وجسمانية وكذا بالنسبة للفنون الجميلة التطالب لازل كن موهوب بالنسبة للفنون التطبيقية الكلام ده كله طبعا أنا الكلام ده كله يعني أنا شايف أنه بيبيع وهم للطلبة أو أنت إحنا طبعا عندنا ده الكلام ده ينديرك تحت الكائنات الوهمية والوزارة بتحارب الكلام ده كله وبنبعث لجندة أبطيقة خضائية لهذه الكائنات اللي بتجرب بأوهام أبناءنا الطلبة كلها وبالخصص الكلام ده بيظهر الكائنات الوهمية بتظهر في فترة التنسيق يعني يقولك مثلا الأكاديمية الفلانية المعد الفلاني الكلام ده كله طبعا الكلام ده احنا بننصح الطلبة برضو الطلبة كل ما هو كل ما هو معتمد من جامعات حكومية وجامعات خاصة ومعاية خاصة ومعاية حكومية وجامعات دولية وجامعات أهلية كل ده موجود على موقع الوزارة ياريت الطالب قبل ما يقدم في أي مكان من الأماكن ده يدخل على موقع الوزارة ويتأكد أن المكان ده لو ما كانش على الموقع الوزارة فهيبقى كائن وهم وهي الناس كتير أسئلتها على مسألة المتحانات القدرات لأنه خلاصة المتحانات زي محضرتك قلت أنا بس عشان خاطر برضو إحنا الفترة هنبدأ إن شاء الله بإذن الله من يوم 25 لعند 6-8 ياريت أي طالب ما يتأخرش شيء في نفسه لعند موهبة لإختبار القدرات دي ما يتأخرش عند الفترة دي لأن القدرات بدون يفتحها مرة واحدة يعني مش هنعيتها تاني فكل طالب من حقه ولو طالب قاعد في الموزارة فمن حقه يخش على موقع التنسيق ويستيق هو يقدر يدخل في كذا كلية من حقه يعمل الامتحان بس مثلا يعمل في قطاع الإعلام في قطاع الفنون الجميلة في قطاع الفنون التطبيقية في قطاع التمريد في تربية موسيقية من حقه يعمل بس الطالب لو سئت في اختبار من قطاع معين منفعش يدي الاختبار طيب عايزة روح مع حضرتك عن الكليات الجديدة المستحدة سبقا اللي هتكون موجودة في التنسيق كم كلية وإيه الخطاعات طبعا السنة دي طبعا بالنسبة لتوجهات القيادة السياسية والتوجهات طبعا أول سنة أول مرة في تاريخ وزارة العليم العالي يدخل التنسيق سبع جامعات تيكتولوجية سنة الفاتس كانوا ثلاثة السنة الفاتس كانوا ثلاثة السنة ده خللهم سبع وده أول مرة تحصل في تاريخ الوزارة عموما يعني وده طبعا ده مصار كبير جدا لتعليم الفان برضو يعني بالنسبة للجامعات تيكتولوجية بناخد جزء من طلب السنواء العامة والغالبية بناخدها من طلاب ديبلومات الفنية وطبعا فها تخصصات فريدة جدا وتخصصات متنوعة لأولاد مطلوب تتتصق مع سوق العمل أليات التقديم في الكليات التكنولوجية دي هي الأليات المتعرفة عليها لبقى الكليات؟ بكله نفس الوضع بالنسبة لأي كلية نفس الجامعات التكنولوجية نفس على موقع التنسيق طالب يخش يكتب الرغبة بتاعته وكل حاجة بنفس أليات التنسيق العادي كلها سواء هو درس في مدارس تكنولوجية ده مش حيدي يعني أولوية مثلا أنه يدخل الكليات دي أو الجامعات دي لا بص حضراتك دي فترة بتحنات القدرات بالنسبة لسنة عامة هنفتح قدرات برضو بالنسبة للديبلومات الفنية كله بالمجموعة الطالب نجح في القدرات طالب لو جايب 100% وما نجح في القدرات بش هيدخلها يعني الكليات دي ذكاء الاصطناعي وكل الكليات المستحدثة دي فيها متحانات قدرات فيها متحانة قدرات ده متحانة قدرات الطالب اللي هينجح في القدرات هيخش الكلية دي هيخش الجامعة دي طيب أنا كنت سألت حضرتك أنه اللي عدى سنة في القدرات وعايز يحول تنسيقه بيكون عامل لسنة لا ده منه للجامعة بين الجامعة بقى احنا طبعا احنا كوزار التعليم العائلة احنا مسؤولين عن التنسيق بالنسبة للمرحلة بالنسبة لمرحلة التنسيق اللي يدخلوا للطالب الجامعة الطالب مثلا بعد كده حاب يغاية الرأي وحاول من كلية لكلية بدأ بتبقى موافقة الجامعيتين الجامعة لازم الجامعة دي توافق الجامعة دي توافق عشان الطالب يحاول بين الجامعيتين نفسهم يعني ده شيء أمر داخلي أو أمر داخلي بين الجامعات نفسها طيب هي الناس برضو بتتكلم على مسألة تقدير امتحانات القدرات دي بيكون إيه آلياته أو إيه معاييره أولا امتحانات يعني مثلا بالنسبة لامتحانات الإعلام يعني هم بدا في الفرحة بالإعلام نتكلم عنها لكلة الإعلام ده بتعامل امتحان معلومات عامة غالبيا يعني مثلا السؤال مثلا ميد الأساس جريدة الفلانية إيه الأحداث الجارية اللي موجودة الوقتي طبعا الطالب اللي معرفش الأحداث الجارية اللي موجودة أو المعلومات العامة دي ما ينفعش يخش كلها زي كده ولا مش معاي خضرتك يعني لازل بيجي معلومات عامة بالأساس معلومات عامة بالأساس مش امتحان امتحان يعني امتحان يعني مش تعقيد هو ده اللي احنا عايزين نقول هو بيقسم بقسمة هو بيطالب هل الطالب ده عنده الاستعداد إنه هو يشتغل في هذا المجال ولا ما يشتغلش فيه عنده قدر من التعلم عنده قدر لو قدر بسيط يعني طيب فيه مكتب شكاوى الوزارة استحدثته لو أعرف يعني آليته إيه هروح له لو إيه اللي حصل طبعا عندنا مكتب التنسيق الرئيسي ده في جامعة عن شمس في مدينة الجامعية في جامعة عن شمس ده بالنسبة للشهادة السنوية العامة المعادلة والمعادلة العربية الأجنبية وعندنا مكتب تنسيق في جامعة القاهرة لطلاب دي وبيمات الفانية لو أي طالب عنده أي مشكلة بيتوجه للمكان دوت ويسأل لناك ناس من موظفين متخصصين بيردوا على جميع الاستفسارات لأبناءنا الطلاب طيب توزيع الجغرافي للكليات ده كلية التربية مثلا كلية تربية إقليمية يعني كلية التربية والتمريد كلية التربية والتمريد ده إقليمي بالنسبة للبيئة الكليات كلها جغرافي يعني إقليمي لو أنا من المنوفية ما قدرتش أروح أدخل كلية تربية أو كلية تمريد في جامعة تانية حتى لو مجموعي جايب ده لا 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 هي كلية تربية طبعا من أياما كنت أنا في سنوعة عامة التربية إقليمية أنا ما أكتبش إلى كلية تربية بس تربية لأنه هو الهدف منه إيه عشان خاطر بس أن نقدر نشد العجز بالنسبة للتمريد للتمريد والمدرسين أنه ما يتغربش ويشتغل في محافظاته لأن الناس تقولك ما طبه مثلا فيها لا الطب جغرافي أدخل في أي حتى كل كليات جغرافي معدق كليات التمريد وكلية التربية طيب إحنا نتكلم على 700 ألف طالب في السنوية العامة الحجم المتوقع دخوله في الجامعات الأهلية في العام الدراسي الجديد إحنا بالنسبة طبعا بالنسبة للجامعات الأهلية أو للجامعات الحكومية الجامعات الأهلية طبعا إحنا كمكتب التنسيق من حق أي طالب طبعا الطلبة دي له 700 ألف دي له دخلوا الامتحان إحنا في حرفين نجح منهم الدئيه أي طالب مهما لو أفرض بالفرض نجح مثلا 600 ألف طالب كله طالب من حق يقدم 해�скلك المكتب التنسيق بنسبة للجامعات الأهلية الطالب من حق الطالب يقدم يقدم مكتب التنسيق الحكومي ويقدم في الجامعات الخاصة وأقدم في الجامعات الأهلية ده متاح لكل الطالب عموما يعني طيب يعني أنا عارفة أنه لسه مفيش توقعات أولية ولا مؤشرات أولية للتنسيق السند لكن مثلا كلية زي الطب طلبة عدد قدي؟ لا لسه العدد ما جات لناس من المجلس على الجماعات يعني الوقتي طبعا احنا بنقدر مجرد ما نتيجة السنوعة العامة بتجيلنا بنعمل التوقع بتاعنا وبيجيلنا العدد كلها من المجلس على الجماعات كل كلية لها العدد المحدد قبلها بنحط الكلام ده على موقع التنسيق طيب التنسيق بين الكليات الحكومية أو الجماعات الحكومية والجماعات الخاصة الفرق طبعا بالنسبة للجماعات الحكومية الجماعات الحكومية بتبقى مجموحة أعلى شوية مجموحة على شوية وده مجاني تعليم مجاني للدولة بالنسبة للجماعات الخاصة بيبقى إلى حد ما الحد الأدنى بالنسبة للقبول فيها أقل من الحد الأدنى للجماعات الحكومية ده معروف طول عمر جاني يعني طب واخد 91 مثلا في الجماعات الحكومية نسبة تحديد بقى الجماعات الخاصة تاخد كامف طب بالتم ازاي بنحسبها ازاي بعد إعلانة تجد السنوات العام احنا مردرش نتكلم في حاجة الوقت لحد أدنى جماعات خاصة لحد أدنى حكومة احنا مجرد ما بجلنا النتيجة بنعمل حاجة اسمها تحليل وتحليل المجامع التكرارية بنشوف الطلبة اللي جايبين مثلا الفوق 90% اللي فوق الـ 5 و 8% وعلى دوقت كده بريدر نقول الشريحة دي فيها كامل طالب وريدر نحدد الحد الأدنى لقطاعات الطب الصيدالة طب الأستان حتى بالنسبة لجماعات الخاصة طيب معلش هارجع لحضرتك متساؤلات كلها على موضوع التحويل العام الدراسي الجديد ابتدى مسموح له يحاول بعد قد ايه من بداية العام الدراسي الجديد لا التحويل الالكتروني برضو يعني التحويل احنا كل الكلام ده بيخلص قبل بداية العام الدراسي يعني احنا بالنسبة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بنفتح مرحلة تقليل اختراب خمسة أيام وبعد كده بنعل النتيجة احنا بقى بتسيبش الطالب اللي عند اللي عند بيخش الدراسة يعني كل الطلبة لازم يكون مسكنة ومتحولة ولو الطلب في تحويل قبل بداية العام الدراسي داتها علمات لينا محدش تتأخر فيها يعني انه يعني ما يحصلش مشكلة مع بداية العام الدراسي لا لا بداية العام الدراسي بتكون كشوف كلها كلك شوف أسامي الطلبة والتظلمات خلصت والدور الثاني خلص كله كله سامي كلها كنتبعت للجامعات كلها كل الطلبة كلها طيب عايزة من حضرتك كده رجيت ترى الناس وهي دخلة على التقديم على الموقع الالكتروني وان هم بيملوا رغباتهم يعني أولا بالنسبة للطلبة أولا وطالب ليه كم رغبة دلوقتي خمسة سبيل رغبة خمسة سبيل في الشقين بالنسبة للطلب بتاع الخدرات يريد أي واحد أريد يقدم خدرات يقدم خدرات في الفترة دي ده خلص خلصنا من خدرات لإنه مش هنفتحها تاني بس عشان خطر بعد ما خلص خدرات يجي طالب يقولك أسانا نسيت أسانا كنت بسافر أسانا ما عرفش طبعا دينا كلها بتتكلم كل الإعلام وكل الجرائد وكل الكلام ده بتتكلم فالطالب اللي عاوز يقدم خدرات يقدم بالنسبة للتنسيق بقى الطالب يركز هو عاوز إيه يعني الطالب يركز هو عاوز إيه يعني من الوقت يعني كل طالب عارف كل طالب محدد هو عاوز إتجاهه هيدرس طب هيدرس هندسة هيدرس علوم هيدرس هيدرس حقوق كل طالب يركز وعاوز إيه وما يجي يكتب رغباته يكتب كل الكليات ما يكتبش مثلا عندنا مثلا عشرين كليات طب ما يكتبش خمسات شريس بخمسة عندنا مثلا كذا كلية حقوق ما يكتبش عشرين كليات ويسيب الباقي كذا يعني طالب ما هو عايز حقوق يبقى يكتب كل الجماعات اللي موجودة كل حقوق على مستوى الجمهورية كلها أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع تعليم العالي والمشرف العام على قطاع التنسيق أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا إن شاء الله عامد الرأسي موفق بمزل الله لكل الطلب كده مشاهدين خلصت حلقاتنا مع حضرتكم النهاردة ونشوفكم دايما على ألف خير شكرا يا فاند شكرا يا فاند